بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثالثة من الشابتر السابع سنواصل في هذا الفيديو مع حساب الرياكشنز ناخذ مثال الكنتليفر بيم هذا البيم ممسوك من جهة عليه أحمال هذا مثال من الأحمال ينتج عن هذه الأحمال رياكشنز في اتجاه ال-Y وفي اتجاه ال-X أيضا ينتج عليه ريزيستينج مومنت نستعمل قانون سوف نستعمل قانون ال-Condition of Equilibrium Sigma F تساوي 0 Sigma Y تساوي 0 عفوا Sigma F تساوي 0 Sigma M تساوي 0 Sigma F على ال-X وعلى ال-Y Sigma F على ال-X تعطينا H-A الرياكشن الهوريزنتل على ال-A Sigma F على Y تعطينا الرياكشن في اتجاه ال-Y على النقطة A أيضا Sigma M في النقطة A تمكننا من حساب التوتل هذا M A من معرفة ال-Resistant Moment M A يصير ال-M A كما يلي M A تساوي 12 على 13 الأسلوب هنا طبعا ضرب A مسافة زائد Q1B على 2L-2B على 3 زائد Q2B على 2L-B على 3 طبعا هنا للشرح أنه ممكن تقسيم هذا Distributed Load على جزئين شكل مستطيل وشكل مثلث حتى يتسنى الحساب بسهولة الإكيفالنت Force على الشكل المستطيل التوزيع المستطيل هذا بيكون إيش؟ بيكون Q1 ضرب ال-B أما التوزيع على شكل المثلث بيكون مساحة المثلث يعني Q2-Q1 ضرب ال-B على 2 ويحسب كل منهم على حدة ثم بالأخير نحسب الناتج أما بالنسبة للOverhanging Beam يكون معانع Force Concentrated Force B4 وعزم M1 مطلوب حساب ال-Reactions في A و B Sigma M في النقطة B Sigma M في النقطة B يساوي 0 و Sigma M في النقطة A يساوي 0 هذا نستنتج منه R A وال-R B كما يلي بالنسبة للSign Convention بيكون معانا Cantilever Beam بهذا الشكل نعمل مقطع هذا المقطع سميناه MN عملية قطع نظري ينتج عنها جزء على اليمين جزء على اليسار داخل السكشن هذه هي السكشن داخلها فيه إيش؟ فيه Share Force V وبending Moment M بالنسبة للسكشن يمين المتيريال وبنسبة للسكشن يسار المتيريال طبعا هذه هي نفسها حقيقة هنا ال-Shear Force وال-Bending Moment Diagram وال-Moment عفوا Bending Moment فيه Sign Convention لابد من استعمالها في حسابات ال-Shear Force وال-Bending Moment وهي كالآتي ال-Shear لما يكون كده هذا يسمى Positive Internal Shear وهذا Positive Internal Moment